موسيقى قدمت مؤسسة خيرية يرعاها لاعب المنتخب القيروني ونادي برشلونة السابق صموئيل إيتو مساعدات لأهالي مدينة دوالة سعيا لمكافحة فيروس كورونا في البلاد المساعدات تضمنت كمامات الوجه ومساحيق التنظيف التي وزعت على قرابة مائة ألف شخص في دوالة والمدن المجاورة لها في عموم البلاد موسيقى أسست هذه المنظمة في آذار عام 2006 كمؤسسة غير ربحية تركز عملها في غرب القارة السمراء وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حيال احتياجات القارة في أطول التعليم والرعاية الصحية والاندماج الاجتماعي موسيقى إيتو لعب مع منتخب الكاميرون في الفترة ما بين عامي 1997 و2014 محققا للفوز بدورة الألعاب الأولمبية عام 2000 كما شارك مرتين في كأس العالم وحاز لقب أفضل هداف بإحرازه 56 هدفا موسيقى